بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلنا مرحبا من جميع مع كورس الفوركس ومع الحلقة الرابعة بعنوان كيفية تحديد أوضاع سوق الفوركس في هذه الحلقة سوف نتناول حالات السوق الآتية بالشرح والتفصيل ما هي الأنواع المختلفة لحالات السوق وكيف يمكننا التعرف على هذه الحالات وما هو الفرق بين التصحيح والإناكاس أولا الأنواع المختلفة لحالات السوق رقم واحد السوق الاتجاهية هي التي تتحرك بوضوح في اتجاه واحد أي أن كان نوع هذا الاتجاه سواء كان صاعدا أو هابطا وإليك مثال للاتجاه الصعودي كما تلاحظ على الرسم البياني الذي أمامك في الاتجاه الصعودي يمكنك رؤية اتجاه واضح للسوق كسلسلة من القمم الصاعدة كل قمة أعلى من القمة السابقة لها والقيعان الصاعدة كل قاع أعلى من القاع السابقة لها أما المثال الثاني فهو على الاتجاه الهبوطي في الاتجاه الهبوطي يمكنك أن ترى اتجاه واضح للسوق كسلسلة من القيعان الهابطة كل قاع في مستوى أقل من القاع السابق لها وكل قمة في مستوى أدنى من القمة السابقة لها وفي كل الحالات سواء كان الاتجاه صاعدا أو هابطا فإن هذا يعني أنه عندما يتحرك السعر في اتجاه محدد لا تتحرك كل الشموع في نفس الاتجاه في حالة القمم الصاعدة والقيعان الصاعدة يتحدد الاتجاه الصعودي بينما القمم الهابطة والقيعان الهابطة تحدد الاتجاه الهبوطي وبناء على ذلك يمكن استنتاج أن في الاتجاه الصعودي ليست كل الشموع صعودية وفي الاتجاه الهبوطي ليست كل الشموع هبوطية أما النوع الثاني من حالات السوق فهو السوق اللا اتجاهية أو السوق العرضي في السوق اللا اتجاهية يتحرك السعر بين حد علوي وحد سفلي عادة يمكنك أن تلاحظ في هذا النوع من حركة السوق مستوى دعم ومستوى مقاومة وعلى الرغم من ذلك تكون السوق لا اتجاهية غير واضحة دائما وتشمل حالات السوق نوعين من الحركة هما التصحيحات والانعكاسات لكن من المهم جدا أن يتمكن المتداول من التمييز بينهما أي التفريق بين التصحيح والانعكاس التصحيح على وجه العموم هو عندما يتحرك السوق في اتجاه محدد ثم يتراجع لفترة قصيرة ثم يستمر في التحرك في الاتجاه الأصلي كما في المثال الذي أمامي تصحيح في اتجاه صعودي الاتجاه الأصلي صعودي ثم تراجع السوق لفترة زمنية ما قصيرة ثم بعد ذلك وصل الصعود إلى أعلى وكذلك في المثال التالي تصحيح في اتجاه هبوطي كما ترى الاتجاه الأصلي هبوطي ثم تراجع السوق لفترة قصيرة ثم بعد ذلك وصل الهبوط إلى أسفل مرة أخرى بينما الانعكاس على وجه العموم هو عندما يتغير اتجاه السوق تماما من صعود إلى هابط أو العكس وهنا مثال لانعكاس في الاتجاه الأسفل وهذا مثال لانعكاس في اتجاه إلى أعلى على هذا الأساس يمكن تلخيص هذه الحلقة في النقاط الآتية رقم واحد السوق إما أن تكون اتجاهية أو لا اتجاهية اتنين في السوق الاتجاهية يمكن رؤية السوق الصعودي كسلسلة من القمم الصعيدة والقيعان الصعيدة وكذلك يمكن رؤية السوق الهبوطي كسلسلة من القمم الهابطة والقيعان الهابطة رقم ثلاثة في السوق اللا اتجاهية يتداول السوق الأسعار بين مستوى مقاومة علوي ومستوى دعم سفلي رقم أربعة هناك فرق بين التصحيح والانعكاس التصحيح هو أن يتحرك السوق في الاتجاه المعاكس قبل أن يكمل تحركه في الاتجاه الأصلي بينما رقم ستة الانعكاس هو أن يتغير اتجاه السوق تماما إلى هنا نكون قد انتهينا من حلقة اليوم إلى أن ألقاكم في الحلقة القائمة لكم فارس حيات مستر محمد السيد السرمون